نجي هسا هنطلع المسقط الثالث اللي هو الـ Top View هنالأشعة هسا مين راح تظهر او مين راح تجي راح تجي من الأعلى راح تجي الأشعة من الأعلى بشكل حزمة ضوئية متوازية تسقط على الأركان الأربعة للجسم هذا الرقن الأول هذا الشعاع الأول هذا الشعاع الثاني ثم الثالث والرابع أيضا بنفس المبدأ راح ينكبس عندي هذا المستطيل وراح ينكبس عندي على المستطيل الجواب الأسفل يعني المستطيل الألوي ينكبس تماما على المستطيل الأسفل ويصبح حبارة عن ورقة أو كارتونة بـ 2D بأكسزين يعني محور X ومحور Z فقط الـ B راح تنطبق على D والـ B' تنطبق على D' والـ A تنطبق على C' والـ A' تنطبق على C' بالنتيجة يظهر عندي top view بشكل مستطيل هذا زي النقطة المهمة اللي لازم أنتبه لها إنه عرض الشكل أو الثيكنس ما لتألي هو يمثل لي يا Z متمثل بالـ Axis Z يكون مساوي إلى الزيت أو الثيكنس ما للشكل بالـ Side view يعني الزيت بالـ Side view يفترض تنطبق مع الزيت بالـ Top view لأنه الثيكنس الجسم من ما أفره هو نفس الثيكنس وعليه المفروض الزيت يطابق ما بين من ما بين الزيت وما بين الـ Top view أما ما بين الفرونت view والـ Top view فمنه اللي ينطبق ينطبق عندي الـ X هذا الطول الـ X هو نفس الـ X الموجود بالـ Top view لأنه هو نفس الشكل فمن ما أفره إذن هي نفس الـ Dimension وعليه لو كان هذا 40 أو 45 أو أيا كان المفروض هذا نفس البعد 40 أو 45 حسب الأبعاد المطات زي أنتبه على هذا السهم اللي مأشرته هنا أنا على هذا الظلع رح أفتح هذا البوكس أو هذه الغرفة رح أفتحها من أنا ش رح يصير عندي رح يطلع عندي فتحت أنا وكأنه هشكل فتحت البوكس صارت عندي 3 هنا أنا 3 3 مستويات 3 planes 3 مستويات هذا 1 2 3 اللي هي المستوي الأول والمستوي الثاني والمستوي الثالث مين جأتي هاي المستويات؟ هذا المستوي العمودي الأول اللي سقطنا عليه الـ front view اللي هو هنا هذا المستوي العمودي الأول اللي سقطنا عليه منه front view ثم إلى الجانب هذا side view سقطنا وين؟ على المستوي العمودي الثاني هذا المستوي العمودي الثاني وسقطنا عليه side view أما هذا الأخير الثالث فهو هذا اللي بالأسفل المستوي الأفقي هنا هو سقطنا عليه top view فهذا المستوي الثالث اللي سقطنا عليه منه سقطنا عليه top view لو أنتبه للرسم هذا المستطيل نقلنا منا front view وهذا المستطيل اللي هو نقلنا منا side view أما المستطيل الثالث فهو أخذناه من هذا المستوي الأفقي اللي يمثلي top view هاي الملاحظة اللي حتينا عليها أنه ال-Y بالfront view هو نفس ال-Y بالside view لازم ينطبق يعني أجر خط منا بنفس الارتفاع يجيلي على الside view أما ال-X بين الفرونت وبين التوب نفسه أجر خط منا هو نفس طول الجسم بالضبط مننا وال-Z هذا منطبق مع ال�-Z بال-top view هذا يسه نفس الرسم إحنا ما مطلوب من عندنا بالنهاية من ترسمون ما مطلوب عندكم هذا ال-outline هذا فقط للتوضيح فهمناكم شلون يجي هذا الشكل شلون تجي المصاقب كل ما مطلوب منكم أن ترسمون لهذا المحورين هذا المحور العمودي Y وهذا ال-X axis الأفقي ورح ترسمون المسقط الأمامي هنا هذه تثبت يعتبر قانون المسقط الأمامي هنا ينرسم على الجهة اليسرة والمسقط الجانبي ينرسم على الجهة اليمنى وال-top top view المسقط الأفقي أو العلوي يرسم بالأسفل تحت الأمامي بالضبط أي تغيير بمواقع هذه المساقط أي تغيير رسمت الأمامي هنا وجبت الجانبي هنا وخليت top هنا هذا خطأ كبير معناته احنا ما فهمين أي شيء من عملية الأسقاط احنا اتفقنا أنه المسقط الأمامي للشكل أخذ على الجهة اليمنى والمسقط الجانبي للشكل أخذ على الجهة اليسرى لكن من أرسمه بالعكس أرسم الأمامي باليسار وأرسم الجانبي باليمين أما top فهذا مكانه لا محال اللي هو أسفل المسقط الأمامي خلي نشوف ناخذ فهذا مثال شوية أعقد من الأول ممعقد لكن بكسرة نفس الشكل هذا الشكل لو أكمله هو عبارة عن متوازي أضلع لو أكمله منه أجر هذا الخط أكمله وأجر هذا الخط وأجر العمودي منه يظهر عندي هو أصلا أصلا كان متوازي أضلع مجسم اقططعنا من هذا المتوازي أضلع اقططعنا هذا الجزء من الأمام اللي هو أصلا اقططعت يعني هم قطعت من عنده متوازي أضلع صغير فصار عندي الشكل وكأنه شكل حرف L وكأنه شكل حرف L خلي نشوف شو ما نطلع المساقط مالته أيضا رسمت المستويات الثلاثة مستوي العمودي الأول والمستوي العمودي الثاني والمستوي الأفقي اش قلنا مين رح ناخذ الأمامي؟ قلنا على جهة اليمين هذا هذا يعني الأمامي اليمين على الأمامي لكن من أرسمة وين؟ أرسمة على المستوي الأيسر اللي بالجهة اليسرة للمحاور فإذن هذا هو المسقط الأمامي مننا أيضا وكأنه عندي حزمة من الضوء المتوازية تسقط على كل نقطة على كل كسرة على كل ركن هذا الركن الأول هذا الركن هذا الركن هذا الركن كل الأركان كل النقاط تسقط عليها أشعة متوازية وهذه الخطوط اللي شوفوها صفرة فاتحة هي تمثل لي الأشعة الساقطة المتوازية إيش قلنا إحنا؟ قلنا الإسقاط هو عبارة عن كبس للسطوح على بعضها تنكبس حتى يتحول من شكل مجسم إلى شكل بـ 2D مثل الورقة هذا الشكل المستطيل وهذا المستطيل راح اثنين هاتهم تنكبس وين؟ تنكبس على المستطيل الخلفي الكبير هذا أكبسهم اثنيناتهم أكبسهم على المستطيل الخلفي يعني هالنقطة تنطبق على هالنقطة هالنقطة تنطبق على هالنقطة هذول النقاط يتطابقون على بعض ويروحون لي وراء تنكبس على الضلع الخلفي نفس الحالة هذي تنكبس على هنا وهذه تنكبس لهنانا فيظهر عندي مستطيل أيضا ظهر عندي مستطيل هو نفس الشكل قلنا ما للمثال الأول لكن اقططأنا من عنده جزء حتى نشوف شنو الفرق شنو فائدة هذا الخط العمودي اللي هس احنا حاطيه بالمنتصف ليش؟ اش ظهر عندي هس هنا الاختلاف ما بين هذا الشكل والشكل اللي سبقه انه قاني عندي صار عندي خط عمودي بالمنتصف في حين الشكل الأول الأسبق ما كان عندي أي خط عمودي ليش؟ لأن ذاك كان عبارة عن سطح مستوي واحد لي قدام أي اقططاع جزء ما بي يعني سطح مستوي واحد بلفل واحد ما عندي اختلاف باللفلس أي اختلاف باللفلس بالمستويات ماكو أما هنانا فعندي هذا الجزء بارز وهذا الجزء صار خاسف عنا بمسافة قد تكون خمسة قد تكون عشرة أي كان حتى لو كانت سنتيم حتى لو كانت أجزاء مليمات يعني في ثلاثة مليم اثنين مليم حتى لو كانت هالشكل مجرد وجود كسرة رح أخلي هذا الخط هذا الخط شعني لي؟ وجود هذا الخط يعني انه هذا المستطيل والمستطيل المجاور إليه بالضبط تماما معناته انهما مو بنفس اللفل بلفلين مختلفة مو بنفس المستوى قد يكون من الشكل إذا ما باوء هذا بس أباوء هذا قد يكون هذا بارز وهذا خاسف أو قد يكون هذا بارز وهذا خاسف إحنا هنانا بالحالة مالتنا أدنا هذا الجزء هو اللي بارز وهذا هو الخاسف وعليه خلينا خط هذا الجزء مثلا يبعد عن الحائط فد أربع متار في حين هذا الجزء يبعد عن الحائط ثلاثة متار ونص إذن مو نفس البعد عن المستوي مختلفة ولهذا خلينا هذا الخط أي اختلاف بالمستويات للسطوح الموجودة بالمساقط يجب أن أميزها بخط بوجود خط إن ماكو هذا الخط رح أفهمه وكأنه شكل متوازي أضلاع نظيف ما بأي اقتطاع نفس الحالة الأولى اللي شرحناها قبل شوية زل النقطة الثانية اللي أنتبه لها أنه أنا عندي هنا هذا يمثل لي طول الجزء البارز اللي هو X للجزء البارز وهذا الـ X يمثل لي طول الجزء الخاسف يعني عندي X هنا وعندي X هنا فالطول الكلي للجسم هو المفروض أجمع الـ X الأولى مع الـ X الثانية وإذا عندي بعض بروز هنا أو جزء الآخ لازم أجمعه إذن الـ X الكلي يساوي لي هذا الـ X زايدا هذا الـ X وإن كان بعد أكو أجمعها فاشطهر عندي محور الارتفاع Y والمحور X طلعنا لـ Front View هسا نجي على Side View قبل ما أنتقل للـ Side View نقطة مهمة أنا وعليها سأشرحت لكم ياها آني نوهت عليها أنه أنا هذا الشكل نفسه لو قلبت حرف الـ L قاعدة مالتاة كانت على اليمين هسا القاعدة مالتاة خلي تكون على اليسار حرف الـ L قلبت هل أنه المسقط مالتي الأمامي رح يختلف؟ لا ما رح يختلف نفس المسقط الأمامي رح يطلع أيضا مستطيل وبالنص أكو خط ليش؟ لأنه أكو level خاسف وأكو level bars بنفس الطريقة أرسم المسقط ماكو أي اختلاف زين؟ لعد شون أعرف هذا الشكل عن هذا الشكل؟ شون أميزه من بقية المساقط؟ وجود المساقط الأخرى هي اللي تفهمني أنه هذا الشكل هل الجزء الخاسف صاير للأمام لو الجزء الخاسف صاير للخلف وجود المساقط تكملت المساقط الأخرى رح يبين لي الشكل شلون زين هسا رح نطلع المسقط الجانبي اللي هو اتفقنا أن يكون على اليسار اتفقنا هو على اليسار المسقط الجانبي لكن من أرسمه وين أرسمه؟ على جهة اليمين على المستوي العمودي اللي على اليمين نفس الحالة سلط أشعة الضوئية بعد ما عايدها هذي المفروض ورفناها بشكل متوازي أكبس الشكل كله على سطح واحد هذا رح ينكبس ويا هذا بنفس المستوى يقعدون على السطح الخلفي هذا من أكبس هالخطين أو أكبس وها المستويين هذا وهذا رح يبين عندي مستطيلين هذا المستطيل الأول وهذا المستطيل الأول كم سطح عمودي ساير مقابلي على الجهة من جهة جانبية هذا السطح العمودي الأول وهذا السطح العمودي الثاني عندي بعد سطح عمودي لا مقابل الجهة الجانبية ماكو بس هذا السطح الأول وهذا السطح الثاني فعلا هذا سطح عمودي أول وهذا سطح عمودي ثاني أيضا نفس الحالة الزت والزت هنا مجزئة في حين أني أخذ الزت الكل مرات ينطيني مثلا ينطيني هذه خمسة وينطيني هذه خمسة أستنتج أنه الزت هنا نهي عشرة بعد ماكو داعي أسأل عندي نقص بالسؤال ترى هنا البعد ما موجود لا ينطيك الأبعاد في مكانات أخرى من الرسم يعني قد ينطيك هذه عشرة بيقولك هذه خمسة معنات تعرف أنت هذه خمسة أو يقولك هذه ثمانية وهذه ثلاثة المفروض أنت تعرف هذه هي خمسة بهالطريقة أستنتج الأبعاد هسا رسمنا المسقط الجانبي اللي بيه محور زت والمحور واي ما بين الأمامي والجانبي شنو المشترك؟ المشترك هو واي المحور واي نفس الارتفاع إن كان هذا خمسة وعشرين إذن هذا خمسة وعشرين وهذه الواي خمسة وعشرين زين إذا قلبنا الشكل قلبت الشكل سويت حرف الال كان باتجاهنا هسا قلبت حرف الال صار بالاتجاه المقابل الكسرة صارت لي ورا هل إنه المسقط رح يختلف؟ لا ما يختلف فأقصد المسقط الجانبي عند أحكي على المسقط الجانبي هل المسقط الجانبي لهذا الشكل المجسم يختلف عن المسقط الجانبي لهذا الشكل المجسم؟ لا ما يختلف بالنتيجة رح يظهر عندي مستطيلين رفيعة أو مستطيل كبير وبالنص مقسوم بالنص بخط عمودي ليش هذا الخط العمودي؟ لوجود لفلين مختلفة هذا اللفل الأول وهذا اللفل الثاني هذا بارز وهذا خاسف لو مرسمت هذا الخط العمودي بالمسقط رح أفتهم أنه الشكل متوازي أضلاع نظيف ما بأي كسرة أي كسرة ماكو بالشكل فإذا وجود